رمضان كريم وكل عام وانتم بخير ربنا يعود علينا الايام كلنا باليمن والخير والبركات يعني شهر رمضان اهم حاجة فيه العبادة الروحانيات اهتمامنا بتسبحنا بذكرنا بصلاطنا وكل اعمال الخير وتجمع الاهل والفطر والسحور اللي الاسرة كلها بتتجمع عليها اهم حاجة في رمضان نجاهز كده اللي هي عدة الشغل السبحة بتاعتنا سواء السبحة اليدوية او السبحة الالكترونية مظاهر رمضان والفنوس والزينة والحاجات اللي بتديه روح حلوة وطبعا هو في مصر مختلف عن كل الدول العربية اهم حاجة طبعا من لبس رمضان ان اللبس حاجة مختلفة العباية والقفطان والحاجات بقى الحلوة بتاعتنا دي حاولي كده هاتيلك عباية او عبيتين او حتى لو عندك حاجة تنفع على شكل عباية جددي فيها باشارب جديد بعقد شكله حلو كده ايه كبير فممكن اننا نشتري عباية او كمان اي حاجة قديمة عندنا اننا نجددها عشان طبعا ايه خروجات وعزيم رمضان رمضان يا عزم يا معزوم زينة رمضان بقى من الحاجات اللي بتدي جو للبيت كده مختلف كان عندي كم حاجة قديمة وانزلت كمان جبت الكوشن دي موجودة تقريبا في معظم المحلات اللي هي مستلزمات رمضان وتجهيزات رمضان وهنفرشها دلوقتي مع بعض وشكلها حلوة قوي طبعا نعرف الظروف الاقتصادية بس حاولوا هاتوا ايه حاجات بسيطة كده مع الحاجات اللي بتبقى عندنا كل سنة كلنا في كل سنة بيبقى عندنا زينة رمضان فانوس رمضان بنطلع الحاجة احتفالا بالشهر الكريم بعد كده بنشيلها وربنا يعود علينا الايام بخير وكل عام ربنا يدينا الصحة والعافية ونجهز الحاجات دي في البيت طبعا من اهم تجهيزات وتحضيرات رمضان المطبخ بقى كان الله في عون كل ام بنقف في المطبخ شايفين الحلاوة والجمال فينا اللايك الحلوة منك يا ستة كل ومستنية منك التعليق الجميل جهزت شوية مخللات كده بتفتح نفسينا في رمضان وطبعا لو انتم عايزين الوصفات دي بإذن اللايف السبت نعمل اللايف مخصوص عن تجهيزات رمضان ونتكلم بقى ايه زي ما احنا ايه عايزين وطبعا طول شهر رمضان بإذن الله هيبقى فيه كذا ايه لايف اللامون المخلل المعصفر اللي ما تخلاش منه اي صفرة من صفر رمضان وعايزة بقى التعليقات الحلوة وبرده اكتبوا لي الوصفات من ضمن التجهيزات بقى عمل كمية توم كده عشان تكون جاهزة وبحطها في البطرمان مش بيحصل لها اي حاجة استخدام يعني الاسبوع او استخدام عشر ايام طبعا كلنا بنجهز بقى ايه التوابل اللي هنستخدمها في الكابسة والمندي والمشاوي اللي هنعملها طبعا فيه ناس بتصلصل صلصة وحاجات كده فكل واحد بقى يجهز للحاجات اللي هي مناسبة لي انا هنا عملت برضو كمية هريسة عشان هعمل مكدوس انا بحب في رمضان اعمل اكلات مختلفة يعني عشان ميبقاش الاكل تقليدي زي ايه باقي السنة فبقتر كده وصفات من الدول بقى العربية الحلوة بتاعتنا المكدوس السوري المندي السعودي مع صلطة الدقوس المشاوي دول معراقي فمنحاول ان احنا ايه شوية ايه نجدد كده عشان نعمل ايه تغيير ويبقى الشهر مختلف في التقوز بتاعته الروحانيات الاكل كل حاجة بسم الله الرحمن الرحيم انا بقى ايه بدأت كده ايه ازبطت الشقة ولمعت ونظفت وبدأت ايه فرشت الكوشن وحطيت الفانوس والحاجات دي كلها بصراحة يعني ايه بتدي جو في البيت حلو قوي فحاولوا باي حاجة عندكم نشتري حاجات بسيطة وهو شهر كله خير وبركة وربنا يوسع علينا كلنا ويعني ايه ما شاء الله جو البيت بصراحة يعني فرق مع الواحد مع ان الفترة دي تغييرات الجو تعب الكحة بقى والرشح ومعظم الناس يعني تعبانة بس ربنا يا رب ويدينا الصحة والعافية كلنا والفانوس بقى ده اساسي اساسي بنشيله من السنة للسنة وانطلعوا فعلا بيدي ايه جو ايه حلو كده ايه رأيوكو اكتبوه لي رأيوكو في التعليقات بحبكو كلكو وربنا يديم علينا المحبة وربنا يبارك في بيوتنا ويحفظنا يا رب كلنا ما شاء الله لا قوات إلا بالله بحبكو كلكو كل عام وانتو خير اشتركوا في القناة